أهلاً اسمي سيرا وأمي هي أفضل صديقة لي إنها مذهلة هي طبيبة وتربيني بمفردها لقد عطتني كل ما يمكن أن أريده وأحتاجه أريد أن أكون مثلها عندما أكبر هل تنظر هكذا إلى والدتك أيضاً؟ من فضلك لا تنسى النقر فوق زرري الإعجاب والاشتراك شكراً لم أستطع الانتظار حتى تنتهي المدرسة كان عيد ميلادي في اليوم التالي وقالت أمي أنني سأحصر على أحدث ساعة أبل بعد نوبتها في المستشفى لم أكن بحاجة حقاً إلى واحدة لكن كل شخص في المدرسة كان يمتلكها وأردت واحدة لنفسي كيف كان يومك؟ سألتني أمي هل أنت متحمسة للذهاب للتسوق؟ هل تريدين بعض الملابس الجديدة أيضاً؟ أقسم أن أمي هي الأفضل كنا على بعد بضعة مباني من المركز التجاري عندما رن هاتفها الدكتور جونسون؟ قال صوت مذعور من مكبر صوت السيارة جيل تريد الآن لن نصل إلى المستشفى أخذت أمي منعطفاً آخر أخبرت الرجل أنها في طريقها قالت لي آسفة يا عزيزتي إنه لأمر جيد أننا قريبون من منزلهم يمكننا الذهاب للتسوق بعد ذلك أو مأت بسرعة قامت والدتي بإجراء مكالمة أخرى وطلبت من المستشفى إرسال سيارة إسعاف على الفور أوقفت أمي السيارة وقفزت منها لقد تبعتها في المنزل كانت امرأة حاملاً جداً راكعة بجانب الأريكة وكانت هناك بركة ماء تحت ساقيها ركضت أمي إلى المرأة وطلبت من زوجها بعض المناشف النظيفة قالت لا بأس جيل أنا هنا وقد حان الوقت لكي تضغطي كنت أشاهد من الباب في رهبة كانت المرأة تبكي وتدفع وتصرخ كان زوجها يتصبب عرقاً ويركض حاملاً الكثير من المناشف كانت الفوضى عارمة كانت أمي هي الشخص الهادئ الوحيد في الغرفة فجأة سمعت صوتاً آخر يخترق الصراق والسراويل كان صوت طفل يبكي قالت أمي إنها هنا لقد وصلت ابنتك شهقت جيل عندما سلمتها والدتي الطفل سقط فكي عندما أدركت أنني رأيت للتو مولوداً واحداً كان الأمر مخيفاً ورائعاً في نفس الوقت وصلت سيارة الإسعاف بعض بضع دقائق وربطت أمي برفق على يدي جيل وأضفت بابتسامة لطيفة كل شيء على ما يرام سوف أطمئن عليك في المستشفى عدنا إلى سيارتنا الخاصة قالت أمي أنه علينا العودة إلى المنزل أولاً حتى تتمكن من تبديل ملابسها هل أنت بخير يا عزيزتي؟ سألتني وجهك يبدو شاحباً أعتقد أنني فعلت كنت ما زلت في حالة صدمة كنت رائعة يا أمي أجبتها بدهشة أنت لم تفزعي على الإطلاق بدت تلك المرأة وكأنها كانت تعاني من ألم شديد لكن في اللحظة التي سلمتها فيها الطفل بدأ الأمر وكأنها نسيت كل شيء آخر ضغطت أمي على يدي قالت هذا ما شعرت به عندما ولدتك إنه الفرح والألم دفعة واحدة والأمر كله يستحق كل هذا العناء خاصة إذا امتهى الأمر بتفلها ليكون ابنة رائعة مثلكي وأضافت أن حوالي 250 طفلاً يولدون كل دقيقة رائع هذا يعني أن هناك 250 أم على وشك الولادة ستدخل في المخاضي الآن لقد لهث لا عجب أن أمي كانت تعمل بشكل جيد كطبيبة توليد لقد أنجبت طفلاً جديداً كل بضعة أيام توجهت أمي للاستحمام بمجرد وصولنا إلى المنزل وبينما كنت أنتظرها رن جرس الهاتف كان والدي قلت له لن تصدق ما رأيته اليوم وأخبرته عن مشاهدة أمي وهي تقوم بعملها ضحك أبي وأعلن بفخر أن أمي كانت رائعة عندما ولد أخوك جوش كانت إيما تصرخ وبائسة أيضاً حتى حملته بين ذراعها متى يمكنك المجيء والزيارة على أي حال إنه يفتقدك بالفعل لقد وعدت أن أزور والدي وعائلته الجديدة قريباً أحببت اللعب مع أخي غير الشقيق جوش كان لطيفاً جداً زوجة أبي إيما لم تكن سيئة للغاية لكن ما زال يزعجني أن والدي لم يتزوج أبداً لم تكن إيما رائعة مثل أمي كما وعدنا توجهنا إلى المركز التجاري بعد أن بدلت أمي ملابسها واشترت لي ساعة أبل وبعد أجهزة إيربودز الجديدة أيضاً بعد بضعة أسابيع عادت أمي إلى المنزل وهي تبدو متحمسة للغاية حصلت على ترقية قالت سأكون رئيسة القسم كنت سعيدة جداً من أجلها وعندما اكتشفت أنها لن تعمل بنفس القدر كنت سعيدة جداً من أجلي أيضاً كان يعني أنه يمكننا قضاء المزيد من الوقت معاً كان عظيماً كان لدينا نزهات ولعبنا الفريسبي في الفناء الأمامي كنت أقف بالقرب من الشرفة عندما جاء الطبق الطائر يتأرجح في طريقي قفزت لكن لا بد أنني أخطأت الشيء التالي الذي عرفته كان هناك دم يسيل على جبهتي سيرا بكت أمي وهي تركض نحوي اشتكيت أعتقد أنني ضربت رأسي على حافة الدرجة إنه حقاً مؤلم نظفت أمي جرحي قالت إنه لم يكن عميقاً وكنت بحاجة فقط للاستمرار في الضغط عليه لقد صنعت لي بعضاً من الماكارونة والجبن المفضلة لدي وأرسلتني إلى الفراش مبكراً في تلك الليلة أتذكر أنني كنت أفكر أنني كنت أسعد فتاة في العالم لوجود مثلي هذه الأم الرائعة لكن للأسف انتهت أوقاتنا الممتعة في ذلك اليوم كانت الأشهر القليلة التالية مليئة بالوقت المزدحم في المستشفى نادراً ما كانت أمي في المنزل غادرت في وقت مبكر وعادت إلى المنزل في وقت متأخر بدأت أشكو من عدم رؤيتها بعد الآن كانت لا تزال تقدم لي الهدايا لكنني لم أرغب في كاميرا إنستاكس الجديدة أو هاتف جديد آخر أنا فقط أردتها لم أستطع التحدث معها بعد الآن لأنه لم يكن لديها وقت لي عندما بلغت 14 عاماً ساءت الأمور لا يمكن لأمي أن تكون معي في عيد ميلادي أطررت للبقاء مع والدي لبضعة أيام بينما كانت أمي في مؤتمر استطعت أن أرى أن أيما كانت تحاول أن تكون لطيفة لكنني لم أكن أريدها أردت أمي قالت بفخر لقد صنعت الماكرونة والجبن المفضل لديك أخذت قدمة لكنني بسقتها على الفور يا إلهي أنا بكيت إنه ليس مثل ماكرونة أمي والجبن على الإطلاق لقد غضب أبي عندما قلت ذلك لقد أعطيته العين الجانبية بينما كان هو وإيمة يلعبان مع جوش الصغير إذا لم يكن قد تزوج من إيمة الفضيعة لكان قد تزوج أمي وربما لن تطر إلى العمل بجد طوال الوقت كنت أعد ساعات حتى تصل أمي لاستحابي ثم رن جرس الهاتف كانت أمي لكنها قالت إنها تأخرت لقد غضبت منها لأنها جعلتني أنتظر مرة أخرى قالت عندما أصل إلى المنزل سنذهب في إجازة نحن الاثنين فقط حسنا أعدك أنك ستحذين بوقت رائع لكنني سأنت من وعودها أنا لا أصدقك بعد الآن صرخت في وجهها لا يهمني إذا لم تعود إلى المنزل أبدا عندما تكوني هنا لا تلاحظيني حتى أتمنى لو لم تكوني أمي أغلقت الهاتف وركضت إلى غرفتي كنت غاضبة جدا من الجميع حاول أبي التحدث معي لكنني لم أفتح الباب أخيرا غادر لكن بعد ساعة عاد مرة أخرى سيرا بكى بصوت لم أسمعه من قبل علينا الذهاب إلى المستشفى لم أصدق أذني عندما أوضح أن أمي كانت في المستشفى لقد تعرضت لحديث سيارة منذ ساعة فقط لكنني تحدثت معها للتو أنا بكيت كنت خائفة للغاية طوال الوقت في السيارة شعرت بالرعب على أمي وعرفت في أعماقي أنه خطأي ربما كانت أمي مستاءة للغاية بعد أن صرخت في وجهها كان هذا سبب استضامها أردت أن أخبرها أنني لا أقصد ما قلته أردت أن أخبرها أنني أحببتها كثيرا لم يسمحوا لي حتى برؤيتها عندما وصلنا إلى المستشفى جاء أحد الأطباء وتحدث إلينا بدلا من ذلك قال أنا آسف إنها في حالة سيئة نحن نفعل كل ما في وسعنا لكنني لا أعتقد أنه سيكون كافيا عليك أن تعد نفسك للأسوأ التفت إلي والدي ماذا عنا بذلك؟ لم يستطع أبي حتى أن ينظر في عيني قال لي بهدوء أن أدعو لأمي أنا لم أستطع أن أعتبر بعد الآن كنت أعلم أن أمي كانت تعاني وكان ذلك كله خطأي لم أستطع إيقاف البكاء تعثرت وركضت بأسرع ما يمكن أن تأخذني ساقي إلى المخرج في الخارج وجدت نفسي بالقرب من محطة للحافلات وركبت أول حافلة مرت ولم أكن مهتمة بالمكان الذي أخذني إليه طالما كان بعيدا عن هنا مرت الساعات إلى أيام لم أتذكر كيف وصلت إلى حيث كنت الشيء الحقيقي الوحيد الذي شعرت به هو المقعد الصلب الذي أنام عليه والفتحة الكبيرة في صدري حيث اعتاد قلبي أن يكون كنت ألوم على كل شيء كان من المؤلم للغاية تذكر أخر شيء قلته لها كيف يمكنني أن أكون شخصا فضيعا بعد كل ما فعلته أمي من أجلي كنت جالسة فقط وأحضق في الفضاء عندما سمعت الصراخ كانت أمامي مباشرة ممتدة على الرصيف فتاة أكبر سنا بجبينها تمزف خفزت وركضت نحوها قلت بهدوء انتظري دعيني أتحقق مما إذا كانت عميقة لحسن الحظ كان الجرح ضحلا خلعت سترتي وطلبت من الفتاة الضغط عليها ثم سألت إذا كان هناك مكان يمكننا غسله فيه أنام في ملجأ النساء كانت تلهث بينما أساعدها على النهوض إنها على بعد عدة بنايات فقط كان المأوى مكانا متصخا ومزدحما للغاية لكن على الأقل كان هناك ماء أنجار وصابون في الحمام بعد فترة هدأت الفتاة قالت شكرا كنت خائفة للغاية ظننت أنني سأفتح جمجمتي لأول مرة منذ وقت طويل ابتسمت شعرت أنه من الجيد مساعدة شخص ما سألتني هل لديك مكان للإقامة؟ اسمي ماغي يمكنك البقاء في الملجأ معي إذا أرتي أصبحت أنا وماغي أصدقاء أحضرتني إلى المطبخ حيث تناولنا وجبة ساخنة قادتني إلى قبول الكنيسة حتى أجد سترة كانت ماغي لطيفة ولفترة من الوقت نسيت أنني مشردة وحدي لكن بغض النظر عما فعلته لن أنسى أبداً الكلمات الأخيرة التي تحدثت بها إلى أمي أخبرت ماغي أنني هربت لكنني لم أخبرها السبب استمرت الحياة على هذا النحو لفترة طويلة كان من الصعب أن أقبل حياة الجديدة لكن لم يكن لدي خيار آخر كان المأوى ممتلئاً دائماً بالفتيات التي هربنا أو في ورطة كانت هناك أم شابة تدعى ستيلا ولديها ولد صغير قالت إنها كانت تملك شقة صغيرة وإنها عملت في ثلاث وظائف فقط لدفع الإيجار والطعام لكن هذا لم يكن كافياً فقدت منزلها وهي الآن تكافح لإطعام طفلها الصغير أخبرتني ستيلا لكن بغض نظري عن المكان الذي ننتهي إليه طالما أنا طفلي غاسبر معي سنكون بخير لم أستطع إلا أن أفكر في أمي عندما نظرت إليها عملت أمي بجد لمجرد أن تمنحني حياة جيدة لكني استطعت الآن أن أرى أنني كنت جاحدة ومدللة ولئيمة إذا كنت ابنة أفضل فسأظل معها بعد بدعة أشهر لحظت أن ماغي بدأت تتقياء كثيراً في البداية أعتقدت أنها مصابة بتسمم غذائي قالت ماغي إنه ليس الطعام أعتقد أنني حامل لقد صدمت كانت ماغي أكبر مني ببضع سنوات كيف كانت ستنجب طفلاً في هذه الحالة؟ كانت مسكينة ماغي بائسة طوال الوقت كانت متعبة جداً وضعيفة جداً لفعل أي شيء كل ما فعلته هو النوم بينما يكبر بطنها لقد فعلت كل ما في وسعي فقط لجعل الحياة أسهل بالنسبة لها لكن ماغي كانت تواجه وقتاً عصيباً حقاً في حملها لحسن الحظ سمح لها الملجأ بالبقاء أخبروني أنه يمكنني البقاء طالما أحببت أيضاً لكن هذا لأنني كنت الوحيدة التي يمكنها ربط الضماضة أو فحص إصابة الفتيات اللواتي وصلنا للتو أصبحنا عائلة لكنني لم أنتمي إلى هناك أبداً الوحوش مثلي لا تستحق الانتماء إلى أي مكان مرت أشهر قليلة أخرى ثم في إحدى الليالي أيقظت ماغي الجميع بصراخها إنها تتألم بشكل سيء تقلصت الفتيات الأخريات خوفاً لكنني لم أستطع ماغي كانت صديقتي أمسكت بيدها وهي تصرخ من الألم ثم اندلعت مياهها قالت أعتقد أن الطفل قادم الآن شعرت بالرعب لكنني كنت الوحيدة التي يمكنني مساعدتها طلبت من الفتيات البحث عن مناشف نظيفة عندما نظرت إلى وجه ماغي البائس تذكرت جيل المرأة الأخرى أنجبت أمي طفلها في غرفة المعيشة إنها بخير ماغي قلت أنا هنا وقد حان الوقت لكي تضغطي فعلت مراراً وتكراراً في غضون دقائق جاء الطفل لففت الطفلة بمنشفة نظيفة وسلمتها لها مثل جيل نسيت أنها كانت تصرخ قبل ثوان قليلة نسيت أنها كانت في مأوى لقد نسيت أنها محطمة كل ما يهم هو ذلك الطفل الصغير بين ذراعيها لم أصدق ما فعلته للتو ولم أصدق التحول الذي حدث على وجه ماغي شعرت بارتياح شديد عندما قال أحدهم إن سيارة الإسعاف هنا استمرت ماغي في الإسرار على أن أذهب معها إلى المستشفى ثم قام الأطباء بفحصها والطفل بعد لحظات جاءت الطبيبة للتحدث معي قالت قالت ماغي أنك أنجبت طفلها كم عمرك؟ قلت لها أنني أبلغ من العمر 16 عاماً فقط صراحة كنت خائفة جداً أضفت لقد حدث ذلك بسرعة لكن الآن أنا منهكة فقط ضحكت الطبيبة وقالت لي إنني قمت بعمل جيد شعرت بالفخر حقاً ثم تسألت إذا كانت أمي ستفتخر بي أيضاً إذا عرفت عادت ماغي إلى الملجأ بعد بضعة أيام ظلت تشكرني وقالت إنها سمت الطفلة على اسمي كما عادت إلى منزل والديها كان الأمر مختلفاً الآن لأن سارة الصغيرة كانت هنا ثم أخبرتني أن طاقم إخباري تلفزيوني أجرى معها مقابلة في المستشفى وبهذه الطريقة وجدها والديها أعتقد أن هذه هي الطريقة التي وجدني بها والدي أيضاً وصل هو وإيمة بعد أيام قليلة لأخذي إلى المنزل عنقني والدي بشدة أردت أن أخبره بكل ما حدث لكن لم يخرج أي كلام كان بإمكاني البكاء فقط مسحت إيمة دموعي قالت حان الوقت للعودة إلى المنزل الآن سارة وأومأت برأسها لذا عدنا إلى السيارة وسافرنا إلى المنزل لكن بعد بضع ساعات أدركت أننا لن نعود إلى منزلهم كنا على طريق طويل مع مروج كبير على جانبي الشارع أنفاسي اشتعلت في حلقي بدأ الأمر كما لو كنا نقود السيارة إلى المقبرة قلت لا يمكنني فعل هذا الآن وبدأت أشعر بالذعر لكن والدي كان حازماً قال أبي حان الوقت لمواجهتها لقد هربت بعيداً بما يكفي أردت أن أعتذر لأمي لكنني لم أكن أعتقد أنني مستعدة لرؤية قبرها وأضافت إيمة كل شيء سيكون على ما يرام لا تقلقي أوقف أبي السيارة وقادوني نحو مبنى لقد كنت مشوشة لماذا كان هناك بناء في وسط المقبرة لكنها لم تكن مقبرة بعد كل شيء سرنا في سلسلة من الممرات وطرقنا الباب استغرق الأمر بعض الوقت حتى تفتح لكن عندما حدث ذلك شهقت كانت أمي بالداخل كانت نحيفة جداً لكنها كانت على قيد الحياة قلت وأنا ألهث أنا آسفة للغاية وركضت لأعانقها بكت أمي لقد كبرتي جداً كنت قلقة للغاية على لنكي قالت أمي وهي تداعب خدي من فضلك لا تلومي نفسك على الحادث استضمت سيارة بي بينما كنت أقود إلى المنزل لا أستطيع المشي بعد الآن لكن هذا ليس خطأك يا سارة فجأة قامت أمي بقبضة يدها وضربتها على السرير كنت أتمنى أن أعتني بكي بكت لكنني بالكاد أستطيع الاعتناء بنفسي أخذت يد أمي حتى في حالتها كان همها الرئيسي هو الاعتناء بي ثم ظهر في ذهني كل ما رأيته عن الأمهات وأطفالهن إيمة مع جوش واستيلا مع ابنها وحتى ماجي مع ابنتها الجديدة أمي همستوا الدموع الجديدة تنهمر على وجهي حان وقت العودة إلى المنزل سوياً لقد اعتنيت بي أفضل مما يمكن أن تفعله أي أم على الإطلاق والآن حان الوقت لكي أفعل نفس الشيء من أجلك